السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ستوديو سهيل نسلط الضوء على مختلف الأحداث والقضايا بالإضافة إلى رصد ومتابعة تفاعلات اليمنيين على مواقع التواصل الاشمعي والبداية من تفاصيل خبر أهلا بكم إلى تفاصيل خبر تمثل قضية المخفيين قسرا في سجون ميليش الحوث الإرهابية ومنتهك حقوق الإنسان في اليمن اختبارا جادا للضمير العالمي والقانون الإنساني الدولي وبدون الالتفات إلى هذا الملف المثخن بأكبر قدر من المآسي المستدامة يظل لا معنى البتة لشعارات حقوق الإنسان المرفوعة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المخفيون قسرا في سجون ميليش الحوثي مأساة يمنية متجددة مع تضامن دولي وحقوقي غائب نتابع يذكر اليوم العالمي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري بمأساة بلد ما زال يبحث عن مئات المفقودين في السجون المجهولة من حيث العدد ومدة الإخفاء تبدو قضية المخفيين قسرا في اليمن ملفا استثنائيا لكنه لا يحظى بالتضامن الإنساني الدولي الذي يرقى إلى مستوى مأساته ولا تزال ميليشيا الحوثي الإرهابية تمعل في حجب المعلومات عما غيبتهم لسنوات في معتقلات مخفية فمن بين أكثر من ستمائة سجن حوثي هناك ما يزيد على مائة وعشرين معتقلا سريا يواري خلف جدرانه ما يربو على ألفين وأربعمائة مختطف مغيبا عن الوجود وبين المخفيين قسرا نساء وأطفال وتربويون وأطباء وعمال وإعلاميون وشخصيات اجتماعية وناشطون وسياسيون ومحامون وآخرون ويحضر عميد الحوار السياسي الأستاذ محمد قحطان رمزا وطنيا على مجتمع الإخفاء القسري وعنوانا بارزا يختازل حجم المآسي الإنسانية المنسية في غياهب السجون واعتمدت الميليشياء الإخفاء القسري أسلوبا لممارسة سلسلة من الانتهاكات بحق الضحايا والاستفراد بهم بعيدا عن الأضواء والرقابة تحت حرمان شامل من الحقوق وتعذيب منهجي كل يوم وكل جريمة إخفاء هي إرهاب ضد المجتمع بهدف تكميم الأفواه وزراعة الرعب في السكان بالإضافة إلى ما تمثله من تشريد لعشرات الأسر الذين يفقدون عائلهم في مجاهل الزمن ويحتاج المخفيون قسرا في اليمن إلى حملة تضامن دولية لتشكيل مجموعة ضغط على الحوثيين نحو إطلاق السراح كخطوة لا بد منها أولا في أي سلام منشود ومحتمل شكرا للزملاء على هذا التقرير وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ فهمي الزبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة مرحبا بك أستاذ فهمي في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري ماذا يمكن أن نسلط الضوء على ضحايا الإخفاء القسري في سجون الميليشيا الحوثية ما الذي تتحدث لنا هذه القضية الإنسانية المؤرقة والمنهكة سواء للمجتمع اليمني أو لأهالي المختطفين والمخفيين قسرا إذن سنعاود الاتصال يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ فهمي سنحاول معاودة الاتصال مشاهدي الكرام أيضا وفي ذات السياق عن دلالة الإرهاب الحوثي في تغييب وإخفاء نخب اليمن السياسية والأكاديمية والاجتماعية للعام العاشر على التوالي نتابع هذا الاستطلاع من معرب نحن كيمنيين طللنا سنوات ونحن نعاني فيما يقارب تسع سنوات منذ إنقلاب ميليشيا الحوثي واليمنيين مغيبين في سجون الحوثي حاولنا مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية الإنقلابية من أجل الإفراج عن اليمنيين فائدة بميليشيا الحوثي تقوم باختطاف موظفية الأمم المتحدة وإذا كانت الأمم المتحدة الذي ننشد العدل الذي ستحافظ على السلم والأمن الدولي لم تستطيع أن تحافظ على موظفيها فكيف نحن كشعب يمني فقدنا الثقة فيها أنها ستكون هناك حل طبعا هذا هو سلوك ميليشيا الحوثي خالفت القوانين الدولية خالفت الأعراف خالفت الدستور اليمني خالفت القوانين خالفت كل المبادئ والقيم وتفننت في أساليبها وفي طرقها في تعذيب وتدمير وقتل الشعب اليمني طبعا نحن في هذا اليوم اليوم العالمي للأسير والكثير من إخواننا وزملائنا وأقاربنا مخفيين في سجون الميليشيات الحوثية فنحن بهذا اليوم نريد أن يكون هذا اليوم يوم سلام نريد أن يكون هذا اليوم يوم انطلاقة لإطلاق الأسراء والمخفيين قصرا المحرومين من زيارة ذويهم المحرومين من زيارة أقاربهم الذين يتمنى أقاربهم أن يعرفوا كيف حالهم وكيف وضعهم فللأسف تجردنا عن كل مبادئ الإنسانية والأخلاقية تجردنا عن الإنسانية بالأمور هذه وإلا الشخص المخفي قصرا حتى وإن كان هو مجرم بحد ذاته يفترض أن العائلته حق أن يروا أن يطمنوا على صحته لكن للأسف لا نقول للأسف ولكن ندعو إلى تحكيم صوت العقل وتغلب صوت العقل والرحمة بالأطفال وبهذا اليوم إن شاء الله بإذن الله نطالب الجميع نحن نريد إطلاق الكل مقابل الكل هذه الجماعة أصلا ليست جماعة سياسية وليست أحزاب سياسية بل هي جماعة متطرفة يامليشيات إرهابية ولذلك يشتوقع من الجماعة الإرهابية غير العنف غير التطرف غير الحرب على كل المعارضين سبع أن كانوا سياسيين أو مدنيين المشكلة أن الجماعة هذه الحثية تعدى تطرفها وإرهابها حتى للمنظمات الدولية فالآن هناك كثير من المخفيين قصرون حتى على مستوى المفوضيات الأمم المتحدة داخل هذا الغريب في الأمر أيضا إن في مجتمع محافظ إن كثير من النساء أيضا وهذا الموضوع بالذات هذا حساس لأن المرأة هنا تنتهك مرتين أو ثلاث مرات الإخفاء القصري هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان في حالة الحثيين في اليمن فإن قدامهم على اختطاف واحتجاز المخابة المجتمع من سياسيين وأكاديميين وغيرهم يشير إلى استخدامهم للترهيب كوسية المسيطرة هذا التصرف يعكس السلوك الاستبدادي ويزيد من معاناة المجتمع بأسره حيث إن هذه الانتهاكات تزيد في تعزيز مناخ من الخوف وعدم الاستقرار في موادق سيطرة ميليشيات الحوثي وها نحن اليوم في اليوم العالمي للمختفين قصريا إن ميليشيات الحوثي تمعن في إخفاء الأكاديميين والدكاترة والعلماء والدعاء لأنهم يمثلون عليها خطر فالعلم هو خطر على هذه الجماعة ولذلك تسعى ليلة نهار إلى محاربة العلم ومؤسسات العلم والقائمين بهذه المؤسسة من دكاترة من علماء من معلمين ولذلك تسعى في كل وقت وهي إلى أن تجهل الشعب اليمني وتسعى إلى مصادرة معناه مراكز التنوير والتعليم في البلاد فالنتائج ما عملت هذه الفئة قوية جدا وحطمت المؤسسة التعليمية بداية من المدرسة إلى الجامعة إلى الأكاديمات إلى المعاهد إلى غير ذلك وللعودة إلى الأستاذ فهمي زبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة حول الحديث عن الاختفاء القسري عن اليوم العالمي للاختفاء القسري أستاذ فهمي هل أنت معي؟ نعم أهلا وسهلا بك أستاذ فهمي في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يعني ماذا يمكننا أن نتحدث عن ضحايا يمنيين سياسيين وصحفيين ونخب اجتماعية وأكاديمية وحقوقية هم الآن قيد الاختفاء القسري لا يعرف أحد أينهم ولا عن مصيرهم ولا عن أي معلومات عنهم ماذا يمثل هذا الجرم الذي ترتكبه الحوثية بحق المختطفين والمغفيين في سجونها؟ نعم أتعاد الله وقاتكم أستاذ محمد والمشاهدين الكرام نعم بالفعل هذه الجريمة تعتبر جريمة ضد الإنسانية بحسب التوصيف القانوني للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لفقوق الإنسان والنظام روما لأن عندما تخفي الشخص أنت يتم تجريده من شخصيته القانونية من هويته من وجوده لا أحد يعرف عنه شيء الخطر يتعدى الضحية إلى أقاربه الذين يعانون ويبحثون عنه ويعيشون ألم الفرق وأيضا يتجاوز ويتعدى إلى عملية إرهاب للمجتمع بشكل عام هي من أجل إسكاة المعارضين من أجل إسكاة الأصوات الغاضبة وتبارس مليشي الحوثي هذا الانتهاك بصورة مفزعة وبصورة وحشية وهذه الجريمة هي ربما تفوق القتل خارج نطاق القانون لأنه بالفعل هي عملية إرهابية بحق المجتمع بشكل عام ولذلك هي تسعى مليشي الحوثي إلى إسكاة للمعارضين وأيضا تهدف من ورائها إلى التكسب وجنية الأموال لأنه عندما يخفون الشخص الأسرة تبذل كل ما تستطيع من أجل فقط أن تعرف مصير المختبط ولذلك مليشي الحوثي تطلب من الغارب الضحايا المخفين قسرا ملايين الرئالات والكثير منهم يبيعون الذهب يبيعون أثاثهم يبيعون مختناتهم من أجل فقط الإفصاح عن مصير هذا الضحية لتبدأ بعدها رحلة جديدة من المعاناة ومن الألم ومن الإفتزاز خلال يعني الإخفاء القسري باعتباره كجريمة كبرى ضد الإنسانية تستخدمه الحوثية لقهر وتنكيل معارضها ومناهضها لا تكتفي بكل ذلك بل تجعل من هذا الملف ممرا للإثراء الفاحش وغير المشروع من أجل نهب كل مدخرات المختطفين يعني هي لا تسعى للتنكيل وتعذيب المختطف وإخفائه الذي هو في سجنها بل أيضا تسعى لتصفير كل ما لدى هذه الأسرة من مدخرات بالفعل هذا طبعا الكلام هذا ليست مجرد يعني مجرد أنه تخيل أو نحن يعني جلسنا مع الكثير من المختطفين والمخفيين قصرا في سجون هذه الملشيا وأيضا مع أقارب هؤلاء الضحايا وبالفعل أكدوا لنا بأنهم دفعوا أموال باهظة أموال كبيرة من أجل فقط الإفصاح عن مطيرهم لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الاكتزاز ومن التكسب من الضعفاء من هؤلاء المساكين خاصة في ظل الوضع الاقتصادي ونهر مرسلات الناس العشر السنوات أيضا يعني يقتاتون على أشلاء الضحايا نعم يعني لماذا فشلت الأمم المتحدة عشر سنوات مبعوث عقبة مبعوث مبعوث تلو آخر ومفوضية سامية وغيرها من الأوتشا وكل هذه فشلت فشلا ذريعا في الكشف عن المخفيين قسرا وهي الآن أيضا تسقط في فشل آخر في الكشف عن موظفيها الذين تختطفهم الحوثية يعني على ماذا يدل كل ذلك طبعا أستاذ محمد العملية هي لها أبعاد يعني ليس كما نتصور أنها عاجزة للممتحدة وليس عاجزا هي تمتلك أوراق ضغط قوية جدا ضد مليشيا الحوثي وأثبت ذلك عندما تم إعلانها جماعة إرهابية كيف رضخت مليشيا الحوثي وانصاعت بالفعل يعني هي تهدف من وراء هذه الممارسات ضد موظفية الأمم المتحدة اليوم الناس بدأت الأصوات أو متواصلة ترتفع للمطالبة بالحقصة الأساسية للمطالبة بالمرتبات بدأت المقاومة الشعبية في رداع في تعز في الكثير من المناطق الغليان يتوسع كل يوم ضد مليشيا الحوثي السخط والغضب نعم الغضب الشعبي يتوسع ولذلك تلجأ مليشيا الحوثي طبعا بالتماهي مع منظمة الأمم المتحدة هذا يثبت الخدلان هو خدلان للشعب اليمني وليس لهذه المنظمات لأن سكوتها ورضوخها على هذه الممارسات هو خدلان للشعب اليمني أصلا لأنهم يريدوا المواطن أن يقتد الأمل وخيانة أيضا لمهامها هي منظمة إنسانية تسعى للدفاع عن الضحايا نعم المواطن يعني هم يريدون أن يصلوا إلى قناعة إذا كانت الأمم المتحدة عاجزة عن حماية مظفية فكيف أبنى بالمواطنين الضعفة هي عملية ممنهجة ومدروسة هم لا يعرفون الشعب اليمني إذا غضب وإذا الغليان يتوسع ويزداد كل يوم الصوات المقاومة في كل مكان ولن تستطيع مليشيا الحوثي حتى ولو تماهت معها المنظمات الأممية لن تستطيع أن تسكت وتخمد النيران التي ستندلع ضد هذه المليشيا الأستاذ فهمي الزبيري مدير عام وكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة كنت معنا شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام إلى وسم اليمن أهلا بكم إلى وسم اليمن نرصد أبرز تفاعلات اليمنين على منصة إكس وأكثر الهاشتاغات تداولا لدى اليمنيين ما زالت حادثة اغتصاب طفل في السجن المركزي برداع هي وسم اليمن الأبرز الذي يتداوله اليمنيون حيث شكل غضبا متصاعدا لدى النشطاء اليمنيين لدى المواطنين لدى الجميع لهذا السلوك المنحرف الذي تمضي في مساره المليشيا الحوثية حيث دشنا نشطاء يمنيون وصحفيون وإعلاميون هاشتاغ الحوثي مغتصب الأطفال نبدأ بما كتبه الكاتب والصحفي سام الغباري حيث كتب يقول في خضم الصراع الذي يمزق اليمن حيث تنهك براءة الأطفال تسلب أحلامهم وتغتصب طفولتهم يظهر وجه آخر للحرب وجه المليشيا الحوثية التي لم تكتفي فقط بإغراق البلاد في دوامة العنف والفوضى بل امتدت يدها الباطشة لتطال أرواح الأطفال الأبرياء تلك اليد التي كان يفترض أن تحميهم باتت هي نفسها التي تخطفهم التي تتخطفهم من أحضان البراءة إلى مستنقع الكراهية والدماء الصحفي أحمد الصباحي أيضا كتب تغريدة قائلا مليشي الحوثي تحمل قتل والمجرمين ومغتصب الأطفال وتضم في عناصرها قطع الطرق وأصحاب السوابق وخريج السجون فكيف يمكن أن يأمن الشعب على هذه العصابة ويسلم رقبته ومصيره لها متسائلا أما الناشط إبراهيم عسقين فقد كتب في تغريدة له يقول الحوثيون لا يكتفون بجرائمهم بحق الوطن والمواطن بل يمتد شرهم للأطفال الأبرياء في السجون جريمة رداع الأخيرة شاهد على انحرافهم الأخلاقي الصحفي المحرر عصام بالغيث أيضا كتب عن هذه المسيرة المتهمة بالرذيل قائلا سلطة متهمة بقضايا أخلاقية منبوذة شرعا وعرفا وفطرة تحاول تغطية جرائمها باحتفالات بصبغة دينية أصبحت سلطة الحوثي متهمة مجتمعيا وتواجه من قبل القبائل دون أي تحريض بل لردعها ووقف انتهاكاتها بحقه هزاع البيل أيضا كتب يقول تخيلوا تخيلوا معي أن جماعة الحوثي الإرهابية تحشد قواتها وتقاتل ويسقط منها القتلى والجرحى من أجل ماذا؟ من أجل أن تحمي مغتصب أطفال هذه الميليشيا كل قوامها وكل من انتسب إليها على شاكلة واحدة على شاكلة واحدة من الإجرام وانعدام الأخلاق الصحفي المحرر هشام ترموم أيضا كتب تغريدة يقول الحوثيون يصفون من ينتصر للشرف والكرامة ويطالب بتنفيذ العدالة بالصعلكة يصف رجال القبائل من أبناء البيضاء الذين ينتصرون للشرف اليمني وكرامة الإنسان بالصعالي قبل أيام اتهم الأهنومي اليمنيات بالرذيلة واليوم حميد رزق يشتم رجال القبائل وينعتهم بالصعاليك أما خالد ناجي فقد كتب أيضا تغريدة يقول قبائل اليمن تعرف جيدا من يقف مع الحق ومن يتواطأ مع المجرمين ولن تتهاون في الدفاع عن شرفها في التغريدة التالية أيضا كتب عبد الكريم السقطري يقول ميليشيا الحوثي تغرق في مستنقع جرائمها ضد الأطفال والنساء وتكشف عن وجهها الحقيقي في كل موقف أما فهد بن ذيب الخليفي فقد كتب أيضا عن محافظة البيضاء قائلا في محافظة البيضاء بلاد قبائل قيفة تاريخ يكتب بدماء الرجال وتضحيات أبطال قيفة الذين يواجهون صلف الميليشيا الشيعية الحوثية الإرهابية قيفة تنتصر للكرامة والشرف لكسر غطرسة صهاينة إيران وميليشيات الطائفية السلام لأبطال قيفة الدكتور ناجيب غلاب أيضا كتب عن تاريخ الحوثية يقول لا أحد في تاريخ العالم يدافع عن مغتصب الأطفال كالحوثية وثقلها تستخدمها في حماية لوط ولا حتى كبار المجرمين في تاريخ العالم ماضي وحاضر ومستقبل أن يحموا مغتصب للطفولة وأوامر ولي الآل عبد الملك الحوثي صريحة قاتلوا كيفة إذا طالبت بحكم الله ضد من اغتصب طفلها أما زيد بن يافع فقد كتب عن الطفولة في مناطق احتلال الميليشيا قائلا أصبحت الطفولة في مناطق سيطرة الحوثي مهددة بين خيارين خيار التجنيد الإجباري وإحراقهم في الجبهات وخيار الاقتصابات والسلوك الغير أخلاقي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد الطفولة لا تتركوا رداع وحدها وهبوا عليهم هبة رجل واحد فقد استباحوا كل شيء وسكوت لم يعد مبرر الصحفي عبدالله المنيفي أيضا كتب عن رفض اليمنيين للحوثي وعصابته وسلوكه الفاجر قائلا يرفض اليمنيون عصابة الحوثي السلالية وخاصة في مناطق سيطرة ميليشياتها لأنها مشروع سلالي طائفي متخلف ولأنها لا تتقن إلا اللصوصية والجبايات وتوزع الخوف والبطشة وتقمع وتكتم الأفواه وتنشر الجوع ولا تقدم للناس أي خدمة أو شيء نافع ولا حتى راتب الموظف كل هذا وأكثر بكثير اليوم اليمنيون يتابع المنيفي يرفضون العصابة العنصرية أكثر لأنها ساقطة إنسانيا وأخلاقيا ومتجردة من كل القيم وما يحدث في رداع وما قبلها تؤكد أن هذا العفن سيزول صلاح الأسدي أيضا كتب يقول ما أمس في جارك أصبح في دارك إن لم يستوعب اليمنيون حجم الخطر للأخلاقي الذي تهدده الميليشيا الحوثية الإرهابية على المجتمع اليمني فسيأتي اليوم الذي تنتهك فيه الأعراض عيانا دون أن يفتح أحد فمه هذه ثورة أخلاقية ضد ميليشيا لا أخلاقية إقليلا رانيا تقول في تغريدة لها قائلة الحوثي خان وعده لقبائل قيفة بتسليم مغتصب الطفل في رداع كما يفعل دائما بانتهاك العهود والاتفاقات ندعو كل اليمنين إلى استمرارهم في مساندة أبناء رداع في الدفاع عن أنفسهم كما نؤكد لكم أبطال رداع بكل قبائلها قيفة وعرشي وصباحي ورياشي وقبائل البيضاء عامة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية وسم اليمن وإلى حكاية مستر أهلا بكم إلى حكاية بوست ننقب لكم عن أكثر التغريدات تفاعلا لدى اليمنيين والتي حظيت بردود أفعال كبيرة وأثارت جدلا في الأوساط اليمنية رداع عن إساءة حوثية مستمرة للقبائل التي تطالب بالعدالة من الحوثي المغتصب للطفل دعونا نتابع ما كتبه أحد إعلامي مسيرة الميليشيا الحوثية المدعو حميد رزق الذي وصف القبائل التي انتفضت من أجل الانتصار لعدالة طفلهم الذي تم اقتصابهم من قبل أحد قيادات ميليشيا الحوثي في سجن الرداع الذي وصف تلك التحركات من أجل الانتصار للشرف والكرامة بأنهم مجرد صعاليك دعونا نتابع ماذا كتب هذا الحوثي قائلا حميد رزق يقول ما حدث بردعه أن مجموعة صعاليك تحركوا على مترات إلى الإصلاحية يطالبوا بإعدام المتهم باغتصاب طفل واشتبكوا مع أفراد الإصلاحية ولاذوا بالفرار وقد تمت ملاحقتهم أما أعيان المنطقة فقد أكدوا أن ما حدث من اعتداء لا يمثلهم على الإطلاق هذه التغريدة أحدثت غضبا وسخطا كبيرا وواسعا لدى اليمنيين دعونا نتابع ماذا كتب اليمنيون وكيف ردوا على هذه الإساءة التي وصف بها القبائل التي انتفضت من أجل الانتصار للشرف والكرامة والعرض وصفها بالصعاليك محمد عبدالله الكميم العميد محمد عبدالله الكميم أيضا كتب يقول رد على رزق من الضاحية الجنوبية ومن وسط العاهرات تتهم أحرار اليمن بأنهم صعاليك وأنتم بدفاعكم عن اللوط مغتصب الطفل تعتبرون أنفسكم رجال أخزاكم الله يا بلا حميد الحاضر السلالي أما عبداللهاب معوضة نائب البرلماني عبداللهاب معوضة فقد كتب ورد على حميد رزق قائلا في قوانين الميليشيا الإرهابية الحوثية يعد المدافعون عن كرامتهم والمطالبون بتنفيذ شرع الله صعاليك وقوم لوط ومن يدافعون عنهم ويتسترون عليهم هم الساد الكرام الذين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم أي لعنة أصابت الشعب اليمني حتى سلط الله عليه أمثال هؤلاء المجرمين الذين لا يرقبون لمؤمن إلا ولا ذمة أصحفي وليد الراجحي رد على رزق قائلا أيها السفل الحقراء تدافعون عن سقوطكم الأخلاقي أما في التغريدة التالية أو في الرد التالي فقد كان لعلي بن محمد العمري حيث كتب ردا علي كذاب في وجهك يا ذنب الاشتباكات بين الرجال القيفة ومليشيا الحوثي الفارسية لا تضحك على الزنابيل بس رداع في الترند أيضا في الرد التالي كان كتب في الرد التالي كتب محسن الوريقي وهذا ردا على حميد رزق وهذا مكسور ناموس آخر يصف أبناء اليمن المدافعين عن عرضهم وشرفهم بالصعالي قلنا لكم الاستنقاص من اليمنيين هو دينهم وثقافتهم ولكن هذا سيكون بداية النهاية بإذن الله وستكون الشرارة من قيف العز والشموخ والكرامة قبح الله وجيهكم يا أحقر مخلوقات وقبح الله وجيهنا إذا صبرنا عليكم أكثر أما الشاعر محمد جريد فقد رد عليه بأبيات من ذي يبى أرض قيفة جعلها سمة لا يحلموا يخضعوا كمن سنافي حر اليوم ثارت رداع العز للحمة أو للحمة وعاد الأيام حبلة بأي ذو قمر أحفاد سبتمبر التاريخ في القمة وتخبروا قلعة البيضاء وحيد العر أما التغريدة أو الرد التالي فقد كان من عصام بالغيث حيث قال حميد رزق أحد الشخصيات العلامية للحوثيين يصفوا قبائل رداع بالصعاليك بسبب موقفهم من قضية الطفل المغتصر خطاب سوقي لا يعبر إلا عن شخصية لا تحترم نفسها فكيف باحترام الآخر أما في الرد التالي فقد كان من محمد المسوري حيث كتب الحوثي حميد رزق الذي مع بلاوي يشيب لها الشعر في الضاحية الجنوبية يصف أحرار البيضاء بالصعاليك لأنهم وقفوا ضد مغتصب الطفل المحمي بالحوثي على أهل البيضاء رعهم الله أن يتحدوا ويتكاتفوا أمام هذه الميليشيا القبيحة حافظوا على مكانتكم وتماسككم النائب عبدو بشر أيضا كتب ردا على حميد رزق عبدو بشر هو نائب برلماني في برلمان الصنعاء قائلا وليش الحماية لللوطي ذي مغتصب الطفل بعد الاعتراف الرسمي من قبل السلطة بما حصل يعدموا وكفى الله المؤمنين القتال أما مطنوخ مارب فقد كتب ردا على حميد رزق قائلا على آخر الزمن ولد شيعة الشوارع السفيه هكذا وصفه حميد رزق يصف أبناء قيفة رداع بالصعاليك يصف المطالبين بتنفيذ الحكم على مغتصب الطفل بأنه مجموعة صعاليك أما محمد راجح فقد رد عليه قائلا والله من العيب أن تتحفظوا وتدافعوا على لوطي مغتصب طفل قاسر على مغتصب لطفل قاسر هذا الذي تم فضحه للآن كم الجرائم التي قد قام بها هذا المجرم وللخوف من الفضيحة مثلا يسكت ويتوارى ضحايا أما اليافعي فقد رد عليه يقول يعني اقتصاب الأطفال شي عادي عندكم والذي جو يطالب بالقصاص هم صعاليك على كلامك صح لعن الله لعنة الله عليك والله ما صعلوك ولا بلا كرامة ولا شرف إلا لي يغتصب الأطفال ما عمري شفت أحقر ولا أنذل منك هكذا طبعا كمية الغضب والسخط من اليمنيين على وصف أناس يدافعون عن كرامتهم وعن شرفهم وأنهم صعالي يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أما أبو تبع القيفي فقد رد قائلا إن شاء الله نهايتكم على أيدينا وسمونا ما شئتم دواعج تكفيريين صعاليك والله إن الرعب رفيقكم إن الرعب رفيقكم من اليوم وصاعدا في رداع وقيفه وكل مناطق البيضاء عبد الله إسماعيل أيضا كتب قائلا في رده على حميرزق الصعاليك وشذاذ الأفاق يصفون اليمني المنتفض على عرضه وماله صعلوك وهذه نظرة مسيرة الشر والعنصرية والعنصرية ورجال البيضاء كسروا هذا النزق الإمامي المتورد ومن حكاية بوست إلى فيديو تريند أهلا بكم في فيديو تريند نبحث عن أهم الفيديوهات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاشتماعي وصاب الأسفل سيول وأمطار تخلف فاجعة كبيرة في عزلة الجرف هذه المأساة وهذه السيول التي جرفت والتي تسببت بمقتل وفقدان العديد من المواطنين في وصاب الأسفل يعني جعلت اليمنيين يقتبون بكثافة عن هذه المأساة التي جاءت بعد مأساة أخرى عن ملحان فاجعة تل وأخرى دعونا نتابع هذا الفيديو الذي أيضا يوثق حجم المأساة والكارثة التي أحدثتها السيول في منطقة الجرف من هنا نبدأ السؤال هذه البيت التي أخذ بنص إذن فاجعة أصابت صاب وأصابت اليمنيين عموما حيث جرفت السيول العديد من المنازل وحصل هناك ووفات أكثر من 27 شخص كتب اليمنيون كثيرا فيها عن هذه المأساة ابتداء من عبد الباصط الشاجع حيث كتب قائلا سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس تركت آثارا كارثية على عزلة الجرف بمديرية صاب الأسفل التابعة لذمار أسفرت عن وفاة 27 شخصا وإصابة ثماني حالات وفقدان حالتين تسببت أيضا في تهدم 15 منزلا وأضرار في ثمانية منازل في عزلة وادي الأخشب وجرف أربع سيارات وجرف أربع سيارات ومحل تجاري في الصحوة نت أيضا نقلت نقلت عن نداء إصلاح ذمار يدعو إلى إغاثة المتضررين من السيول في وصاب أما وضاح المنصوري فقد كتب يقول ألف سلامة ولطف عليك يا بلادنا الحبيبة يا بلادنا الحبيبة وجعنا ممتد من ملحان إلى وصاب أكثر من 27 شخص من ضحايا سيول الأمطار وانفجار سد مساء أمس في عزلة بني موسى بمديرية وصاب الأسفل وخسائر مادية أخرى يمن ديلي نيوز أيضا رصد إحصائية 30 متوف ومفقود وعشرات المنازل المدمرة وتفاصيل مأساة إنسانية في وصاب الأسفل وفي أيضا التغريدة التالية أيضا في يمن مونيتور حصيلة فيضانات وصاب الأسفل بعد يوم على الكارثة انتشال جثامين 27 شخصا وثمانية جرحا ثلاثة مفقودين 23 منزلا تدميرا كليا وقرابة 100 منزل تدميرا جزئيا أيضا في التغريدة التالية كتب زميل علي عزي كارثة إنسانية نتيجة هطول أمطار غزيرة بمحافظة ذمار بمديرية وصاب الأسفل وتهدم حاجز مائي أدى إلى جرف منازل وجرف أكثر من واحد وعشرين وتم العثور على امرأتين توفيتة وامرأتين لم يتم العثور عليهن بعد و17 رجلا لازالوا مفقودين وآخرين مفقودين أيضا في قرية الجرف بعزلة بني موسى أم بكم إلى وصل صوتك تزدحم جرائم الحوثية بحق اليمنيين بحيث أن اليمنيين لم يعودوا يكواكبون كل تلك الجرائم المتوالية والمتتالية يوما بعد آخر بل على مدار الساعة نتابع دعوة شاب من محافظة إب بجعل يوم الست سادس والعشرين من سبتمبر انتفاضة شاملة ضد الإرهاب الحوثي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا لو وقف أبناء اليمن كلهم على قلب رجل واحد مثلما وقفوا أمس في ردع مشان قضياتها الولادة الطفل يا رجال اليمن مشي تفهموش يا واحد انه هذه الجماعة قضاياها ما باتوقف عند جنات نهائيا ولا باتوقف عند أبا يجيز عبني السيد أنا لي حسن نوي قوي كمان مطرة ولا باتوقف عند الطفل هذا في ردع ولا باتوقف عند بنت الله سياغن هذه الجماعة جماعة باغية ورضينا لدينا الله أنه يوهان فالله سبحانه وتعالى ارتضان لنا الذل فوجب أنه كل أبناء صعدة وأبناء الجوف وأبناء مارب 26 سبتمبر من اليوم كل واحد أي واحد معه مشرف غريم معه ديوت غده من هذه الجماعة ما رضيه لجعل الحق ولا في منه خير أنه با يقف مع أبناء اليمن ومع أبناء جلدته قربعه رأسه من ما كان كان هبوا عليهم من مارب وصعدة والجوف وتعز علموا قدر هذه الجماعة علموهم قدرهم أنهم ما طلعوا لعلى رقابة بناء الشعب اليمني جماعة باغية آثمة لم ترقب فينا ألا ولا ذمة إن ما خرجنا شليماني جهداً في سبيل الله أقسم بالله أنه بابن الجيل عبد الملك الدوتي دي جريده جيل ما يؤمن لأبولاية الخميني وعبد الملك البوتي هذا ربه وأبو أمه المهم بفضل الواحد الأحد نداء متقدم وشجاع من أجل التخلص من هذا السرطان مشاهدي الكرام للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاشتماعي الفيسبوك ومنصة إكس واليوتيوب والتليجرام وعلى قناة سهيل في الواتساب في أمان الله